أعزاء المستمعين والمستمعات المتابعين والمتابعات لدروس مادة البحث والمصادر التي تدرس في جامعة الملك خالد بأبهى أهلا بكم ومرحبا مع درس أساس من دروس هذه المادة الموقرة وهو الدرس السادس هذا الدرس عنوانه المستشرقون والعرب وتحقيق التراث إذ لا يمكن لباحث أن يقف على قواعد البحث وعلى مهام المسلمين والعرب في دراسة كتبهم وتراثهم دون أن يقف على جهود المستشرقين وكذا جهود العرب في هذا الجانب الاستشراق يعتبر البوابة الحقيقية التي عبر من خلالها الاستعمار الحديث لبلادنا الإسلامية إذ هو الذي مهد الاستعمار بدراسة أحوال الشرق حيث باد أهتمام المسشرقين بالتراث الإسلامي ونقله إلى الغرب بشتى الطرق لماذا؟ لتنفيذ أهداف الغرب وأطماعه ومن هنا وجب علينا أن نبصر الباحثين وطلاب العلم بما فعله المستشرقون في تراثنا الإسلامي ثم بعد ذلك نعرج على جهود المسلمين في هذه الصفحات التالية هذا الدرس يأتي في عنوين رئيسة وعناصر أساسية خمسة منها تعريف الاستشراق وأيضا أهداف المسشرقين ووسائلهم في دراسة التراث الإسلامي ثالثا مشاهير المحققين من المسشرقين ورابعا نقف على جهود العرب في التحقيق ونماذج من النساخ والمصححين وأخيرا نتكلم عن ظهور المطابع في الدول العربية ونذكر بعضا من الكتب المطبوعة أما عن تعريف الاستشراق فإننا نجد أن الاستشراق يعني دراسة أحوال الشرق الإسلامي والاستشراق يقابله الغرب الصليبي وأوروبا والمستشرقون هم في غالبهم من رجال الدين الكهنود اليهودي والمسيحي على حد سواء أما عن أهداف المسشرقين من دراسة التراث فهي كثيرة متعددة لقد كانت الغاية الكبرى للصليبين بعد هزيمتهم المدوية من صلاح الدين الأيوبي رحمه الله هي أن يعيدوا الكرة على الإسلام والعمل على دحر الإسلام والسيطرة على بلاد المسلمين لقد كان المستشرقون هم الأداة الفاعلة بأيدي الصليبيين لتحقيق هذا الهدف العام الهدف يعني منع الزحف الإسلامي من الوصول إلى أوروبا ومنع انتشار نور الله عز وجل إلى أوروبا بل قام المستشرقون بدراسة أحوال الشرق الإسلامي والتعرف عليه جيدا لماذا؟ لمعرفة سر قوته وضعفه والقضاء عليه نهائيا إذن الهدف العام هو إيقاف زحف الإسلام إلى أوروبا والسيطرة على بلاد المسلمين ومنع انتشار الإسلام إلى أوروبا إذا كانت هذه هي أهداف المسرقين عموما فماذا عن جهودهم ووسائلهم في تحقيق هذا الهدف؟ هذا ما سنتعرف عليه في الصفحات التالية